جديد التطورات اليوم في الجبهة الشرقية والغربية في المدينة نعم بشير مواجهات عنيفة تشهدها الجهة الشرقية من المدينة من وقت إلى آخر في ساعات الصباح الأولى منها في هذا اليوم شنت ميليشيات الحوطي وصالح الإنقلابية هجوما عنيفا على مواقع قوات القيش الوطني تحت تغطية نارية كثيفة في محيط معسكر التشريفات وأيضا القصر الجمهوري وهنا دعني أشير إلى أن قوات القيش الوطني تراجعت نستطيع القول أنها تراجعت أو انسحبت قليلا بسبب كثافة القصف المدفعي الذي شنته الميليشيات الانقلابية على مواقع قوات القيش الوطني في أجزاء من القصر الجمهوري وأحببت أن أشير إلى هذه النقطة بسبب أن المصدر العسكري الذي تحدث لنا بأن عملية التراجع تأتي لترتيب صفوف قوات القيش الوطني والعمل على تحرير المواقع التي تم التراجع منها هذه المواقع التي سقطت بيد الميليشيات الانقلابية لا نقول سقطت ولكن هي أصبحت خطوط نار في داخل القصر الجمهوري بسبب ارتفاع قناصة الميليشيات واعتلائهم على مواقع قوات القيش الوطني خصوصا في تبة السلال وتبة سوفتيل أيضا دعني أشير إلى أنني ذكرت هذه النقطة بسبب حتى إذا ما تم العمل على هذه العملية العسكرية التي تم التحدث لنا بها وقمنا بتغطية هذه الأحداث لا تأتي قنوات الإعلام المضادة وتقوم بالحديث على أننا نقوم بالتضليل والتزييف الأخبار من جديد فيما يخص معسكر التشريفات حمزة أيضا هل هناك أي تراجع لقوات الجيش الوطني في معسكر التشريفات كذلك الحال في معسكر قوات الأمن الخاصة كانت هناك أخبار تتحدث بأن الجيش بدأ يصل إلى هذا المعسكر نعم بشير وكما تحدثت إليك سابقا في معسكر التشريفات شنت الميليشيات الانقلابية هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش الوطني لكنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم في معسكر التشريفات بسبب صمود رجال أفراد قوات الجيش الوطني هناك في الجهة الشرقية من المدينة أيضا وكما أشرت أن سبب تراجع قوات الجيش الوطني من القصر الجمهوري وهو كثافة القصف المدفعية التي شنته الميليشيات الانقلابية من معسكر الجند معسكر دواية 22 ميكا في منطقة الجند وأيضا جبل أمان شرق المدينة أما بالنسبة للعملية العسكرية التي انطلقت لتحرير معسكر القوات الخاصة أو ما يعرف بمعسكر الأمن المركزي فقوات الجيش الوطني وصلت إلى أسوار معسكر الأمن المركزي ولا زالت تحافظ على مواقعها في تلك الجهة وأيضا المباني التي تم تحريرها بالأمس من قبل قوات الجيش الوطني أثناء قيامهم بالعملية العسكرية الواسعة التي انطلقت بالأمس لا زالت قوات الجيش الوطني تحافظ على هذه المباني أيضا دعني أشير إلى أن الميليشيات الانقلابية وكعادتها ترد على هذه الأزائم بقصفها للأحياء السكنية وسط المدينة بالأمس استهدفت حي شعبة دبا شرق المدينة مما أدى إلى صابة ثلاثة أطفال من أسرة واحدة جراء استهدافهم بقذيفة من دبابة الميليشيات المتمركزة في تبة سوفتيل أيضا الميليشيات الانقلابية قامت بقصف مستشفاء الثورة وتحديدا قسم الكلاب مما أدت إلى إصابة أحد العاملين فيه أيضا دعني أشير إلى أنها تستهدف المستشفيات في انتهاك واضح لقوانين الحرب الدولية التي تقرم وتحرم انتهاك أو استهداف المستشفيات والمدارس بشكل عام أيضا يأتي استهداف مستشفاء الثورة وهو من ضمن المستشفيات القليلة في ظل تدهور الوضع الصحي في مدينة تعز بشكل عام حيث كما أعلن تقرير تابع لمكتب الصحة العام هنا في تعز بأنه 30% من المستشفيات لا زالت تعمل في مدينة تعز هذا المستشفى هو واحد من هذه المستشفيات وتقوم الميليشيات باستهدافه وفي ظل ظروف صحية صعبة تعيشها مدينة تعز وأمام مرأة ومسمع من جميع المنظمات الحقوقية والعالمية نعم حمزة بالعودة إلى فيما يخص المواجهات والمعارك هل هناك أي إسناد لطيران التحالف العربي لقوات الجيش الوطني والمقاومة في المدينة على وجه التحديد في الجفة الشرقية الصباح هذا اليوم كثف طيران التحالف العربي من تحليقه الكثيف في أجواء مدينة تعز لكنه لم يقم بشن أي غارات شرق المدينة الغارات التي شنها طيران التحالف العربي كانت في غرب المدينة وفي جبهة الريف تحديدا وكما فادت لنا المصادر العسكرية بأنه تم تدمير دبابة في غرب المدينة جراء استهدافها من قبل طيران التحالف العربي لكن وكما فادت لنا مصادر في قيادة الجيش الوطني بأنهم قد قاموا بإعطاء الإحداثيات الكاملة لمواقع تمركز الميليشيات الإنقلابية ومدفعيتهم من أجل أن يقوم طيران التحالف العربي بشن غاراته على هذه المدفعية وتتميرها من أجل تسهيل عملية تقدم قوات الجيش الوطني في الجهة الشرقية من المدينة